في منطقة العنقور بقضاء الحبانية شرقي محافظة الأنبار كان يعيش المعتقل وليد سليمان الخليفاوي قبل أن يعتقل في سجن التاجي شمالي بغداد بناء على وشاية مخبر سري ورغم إثبات براءته إلا أنه لقي حتفه بسبب التعذيب والإهمال المتعمد من قبل إدارة السجن مثل غيره كثير من المعتقلين الأبرياء في السجون الحكومية هذول اللي داي حكمون سجن التاجي والله أيرانه مو أيرانه فرس لأن قلبه ميحن على المسلم هذا الجول بالتاجي بالسجن المسجون قلبه ميحن علي لو بيه ذره مع المسلم شوية والله إحن علي يعني أربع تيام أخويا أربع تيام هو بسكرات الموت بس حبايا حبايا شونه سعرف تحت اللسان والله ما حتدخل حبايا ألا مات أنا قال لقالتها انفجر بالسجن من قد ما العذاب جاي أشوفه بالسجن تشتلوا وجوع ويعني معامل حلسة قال لأنا موت بالسجن ما أضع وحتى حلفني قال من نموت تدفنوني هنا وتفنوا وراء هاي المصافي والله العظيم وحس بي الله ونعم الوكيل خطيتهم ذو الأطفال برقوا بتل حكومة وبرقوا بتل حكومة هاي المدفين وبس تلقفوا فلوس ما يسون أي نتيجة ترى لقف فرق يعني هذا سجن التاجي جاي يكسبون من عدهم يكسب أم عبدالله وهي زوجة شقيق المعتقل المغدور وزوجة أحد المعتقلين أيضا كانت هي الأخرى شهدة عيان على ما يجري في سجن التاجي من فضائع وإهانات وابتزاز للمعتقلين وذويهم رحت إيه هاي المواجهة خليت الزوج هاي مواجهة والزلمتان رحت عليهم اثنينهم أنتنا وأنت لتان واجههم يدفعون بهيش بالنساء بغسوة ويهينوننا واحدا من النساء قال الله رح نسحب مالك الكريت وما نخليك بعد يشوفين ابنك وزلم تي بي سكر ووجعان والله عنده خمس بناتان فرقبت واليديا ولا راتب بلاسخام أروح على الخالدية تشحد من العرب تألم للمواجهة أجيبها للبناوت لو وديها لزلمتي مليشيات والله ما كم أن نروح على سجن التاجي وأحنا سنة إن كنا الله خلقنا والغرعان نخاف نخاف ما نسو نفسنا من دي الرهاي الرمادي نخاف لأن تشتل يرحل المعتقلون في العراق تاركين تلك الحسرة القاتلة في قلوب ذويهم العاجزين عن استرجاع حق أبنائهم المغدورين في سجون وطن أصبحت فيه كرامة الإنسان تباع وتشترى بأبخس الأثمان